افسدح الوكيل المساعد لمحافظة شبوة على علي محمد الكندي مع عرض الابتكارات العلمية الأول والذي تقيمه مدارس الرياضة الأهلية والنموذجية بمدينة عتق وبمشاركة ست مدارس أهلية وحكومية بالمدينة وبالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بمدرية عتق وأشهد الوكيل الكندي بمحتويات المعرض والتجارب العلمية التي أجراها الطلاب فيه منوها بدوره في اكتشاف القدرات الابداعية والعلمية لهم وتشجيعهم على التفكير والابتكار وبالمناسبة كرمت قيادة مدارس الرياضة الطالب إبراهيم جمال مجور والحائز على المستوى الثاني على الوطن العربي في جائزة الأسسكو وبالقاهرة والطالب محمد مرسيل فدعى الحاصل على الميدالية البرونزية في مسابقة الفيزياء بدول مجلس التعاون الخليجي بسلطنة عمان وأكد مدير عام التربية سالم حناشة دعم المواهب الطلابية ورعايتها والعمل على تنمية قدراتها وطاقاتها الإبداعية والعلمية منوها بأهمية التوجه إلى عملية تشجيع الطلاب على اختيارات التطبيقات العملية والاعتماد عليها في صناعة مستقبلهم العلمي وكانت قد ألقت كلمة ترحيب استعرض فيها وكيل المدارس أكرم سويدان مسيرة نجاح المدارس في رسالتها العلمية والترغوية خلال الست سنوات الماضية من تأسيسها ترجمة نانسي قنقر